اعترف انه ثقافة فناني اليوم ضعيفة طبعا لماذا؟ ده شيء مرتبط بجيل وبيقاح حياة وطبيعة حياة وفكرة المكتبة ما بقتش موجودة فكرة ان احنا نقرأ كتب ما بقاش زي الاول بقت الناس بتستسهل انترنت بقى فيه ممكن حاجات تانية بتضيع وقت الواحد غير الاراية للأسف فبقت فكرة الاراية مش موجودة او ده تلاقيه منعكس بشكل ما او باخر حتى على حجم او كمية المؤلفين لو هتكلم على الشغل دانا باشتقل فيها كمية المؤلفين اللي موجودين هم اقل من زمان سهولة الاجتلاقي سيناريو كويس او نص كويس صعب مش موجود فيه ندرة مزيز زماني فالثقافة قلت وفكرة الكتاب قل انت بتقرأ بحاول ان انا اقرأ بحاول ان انا ما بقاش بعيد عن الاراية خالص فبحاول ان انا اجيب روايات وكتب وحاجات ليه علاقة اكتر بالفن يعني بحب اقرأ في الفن الالقاء طبعا كنت في المعهد كان الواحد عنده مساحة طويلة جدا من الاراية سواء مطلوب منك انك تعميلي ابحاث او نظرات او تقري ودي من المزايا اللي موجودة في المعهد ان يتخلوا واحد يقرأ كذلك كان استاذ نور برضو بيحسنا دايما على الثقافة فكان الواحد فانا بحاول دايما ان انا اجيب كتب واقرأ بدأت دلوقتي احب ان انا اقرأ ممكن في مجالات تانية يعني عايز ابدأ ان انا اصقف نفسي في مجالات تانية يمكن دلوقتي بقى شوية سهل بالنسبة عايزة تقري موضوع معين بتدخلي على انترنت تكتبي حاجة معينة فتلاقي الموضوع مضمون موشي غير ما تعود تقري كتاب كامل كده